أنا حبتدي من عند حضرتك أستاذ مكت لأن بمجرد الإعلان عن توقف هذه المبادرة حضرككم أعلنتوا أنتوا هتعملوا اجتماع يوم الخميس مع رجال الأعمال وحتبحثوا ردود أفعالهم وإذا فيه توصيات هتقدروا ترفعوها للجهات المسؤولة وعلى رأسها رئيس الوزر هل تم عقد الاجتماع يوم الخميس؟ هل تم عقد الاجتماع يوم الخميس؟ هل هي عملنا اجتماعين اجتماع للجنة الصناعة الأول يوم الأربع وبعده الاجتماع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الخميس ونقشنا الحقيقة القرار رئيس المجلس الوزراء اللي طلع حديثا واللي بينص على تحويل المبادرات كلها من البنك المركزي إلى وزارة المالية وأصبحت وزارة المالية هي المنوط بيها والمسؤولة عن إدارة ومحاسبة البنوك عن طريق البنك المركزي بتعويد سد الفجوة ما بين 8% لتعويد البنك عن الفرق بينه في الفوائد طيب وكان رأي رجال الأعمال في إلغاء الجزء الخاص بإلغاء مبادر التمانية والحقيقة أول حاجة كان مرحوظة في أراء السادة الأعضاء إن إحنا محدش يتناقش معنا في هذا الموضوع قبل صدور هذا القرار وإحنا المستفيدين بهذا القرار رجال الصناعة فكان كنا متوقعين وده ذكر في المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر اتحاد الصناعات إن أي قرارات حيتم التشاور مع رجال الأعمال ورجال الصناعة على وجه التحديد بخصوصها لأنه إحنا ممكن يكون عندنا بعض الأراء اللي قد يستفيد بها صاحب القرار وبحيث نتلافى كثير من نقدر نقول التواطئ أو المعاوض القاتل اللي حتواجه الصناعة بسبب صدور قرارات نقدر نقول إنها قرارات بتطلع من غير تشاور وهتمسهم هم كمان في عصب أعمالهم فبالتالي ممكن يكون لك رؤية بديلة أو طرح إذا تموا منقشة القرارات دي معاك وقبل ما تخرج بالزبت ده شيء عظيم ده أول ملاحظة من رجال الأعمال هل كان فيه ملاحظات تانية؟ كنا الحقيقة بنتشاور برضو إزاي حنقدر نتعايش مع الوضع الجديد وهل الوضع الجديد ده وضع دائم ولا وضع مؤقت وهل ممكن تعديله هل ممكن تعديله هذا الوضع وإزاي ندعم الصناعة بصفة عامة علشان نقدر نخليها تستمر في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة الاستثمار وده اللي احنا هننقشو النهارده بتفصيل فيه بعد أن ما ناخد كمان كل الأفكار المتعلقة بالمبادرة سواء كان طرحها أو إلغاءها دكتور